أهابت سفارة دولة الكويت في واشنطن بالطلبة والمواطنين المتواجدين في جميع الولايات والمدن الواقعة في المسار المحتمل للعاصفة الاستوائيانيت وبالأخص في ولايات ألباما وميسيسيبي ولويزيانا أخذ الحيطة والحذر واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من برفقتهم وقالت السفارة في بيان أمس إنها تتمنى الأمن والسلام لجميع الطلبة والمواطنين وتؤكد على ضرورة اتباع كافة التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذه العاصفة وتأمين سلامتهم وفي هذا الصدد تحث السفارة المواطنين على المغادرة والابتعاد عن المسار المتوقع للعاصفة وخاصة المتواجد منهم لأغراض السياحة وغير مرتبط بالتزامات تتعلق بالعلاج أو الدراسة ودعت السفارة المواطنين والطلبة إلى الاستمرار بالتواصل معها وذلك ليطلعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهته هذه العاصفة أما بالاتصال على استفارة مباشرة أو المكتب الثقافي في العالم واشنطن وذلك على الأرقام التالية رقم طوارئ سفارة دولة الكويت في واشنطن 1-2-022-6207-58 رقم طوارئ المكتب الثقافي في واشنطن 1-202-36421-046